الجدير بالذكر أنه في بعض الفرسيين وبعض من القادة الدنيين آمنوا بيسوع المسيح اللي هم من مجمع السنهادريم نيقوديموس اللي تقابل مع المسيح في يحنى ثلاثة ويوسف الرامي وفي سفر أعمال الرسل منشوف أنه كتير من الكهنة طاعوا الإيمان وهذا الاستضام مش بس كان مع يسوع كان مع تلاميذ المسيح بتشوف هذا الاستضام مع بطرس ويحنى عندما أخذوا للاستجواب والمحاكمة لكنهم قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس والجدير بالذكر أنه شاول الترصوصي اللي كان راضي بقتل استفانوس الشهيد الأول للمسيحية في مكان مش بعيد عن هون بوابة استفانوس هو اختبر يسوع المسيح وتقابل مع الرب يسوع على الطريق إلى دمشن لكن رسالة المسيح هي رسالة لكل العصور ولكل الأزمان إلى يومنا هذا كثير ناس بتحاول ترد الله سواء بالمجيء إلى القدس أو الحاج أو بالصوم والصلاة وبيعملوا فرائد كثيرة لكن للأسف فرائد كانت عبارة عن مظاهر تدين حتى تشوفهم الناس لكن الرب يسوع بينظر إلى القلب وإلى الدافع الحقيقي لهذه العبادة المسيح قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم عندما تصل التقاليد إلى الحد التي تلغي كلمة الله عندها يكمن الخطر من أجل هذا كثير ناس اللي بتركز على مظاهر التقليدية بتهاجم الذين يحبون كلمة الله ويحبون يسوع المسيح أنا بصلي من خلال الرسالة اللي تعلمناها أنه تكون رسالة تذكير لكل واحد منا ومن ناحية أخرى رسالة التحذير ننتبه المسيح هاجم الرياء هاجم الكبرياء هاجم الدوافع الخاطئة هاجم التقاليد البالية المسيح ركز على الإيمان مع أنه قال لم آتي لأنقض النموس بل لأكمل بل حتى وضع شيء أهم قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات فإذن كانوا بمارسوا أنواع البر لكن المسيح طلب الكمال الأدبي والنضوج الروحي والتشبه بيسوع المسيح أنا بصلي اليوم لكل مشاهد أنه الرب يفتح عينيك يفتح قلبك ويفتح ذهنك أنت شخص مخلص عم بتصوم عم بتصلي عم بتقوم بفرائد كثيرة لكن السؤال هل غير المسيح حياتك واليوم هل تضمن أبديتك وإن لا سمح الله موت هل تعرف نهايتك وين راح تكون قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا فإذن أعطى الضمان وعطى التأكيد أنا أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح شكرا